قيمة المنتخب وبالأمس جهاز المنتخب الوطني أعلن قيمة المحترفين اللي بتشهد تواجد سبع محترفين أبرزهم محمد صلاح أحمد حجازي محمود حسن تريزيجي حمدي فتحي مصطفى محمد عمر مرموش محمد شريف على الشاشة هو أسماء السبع اللي عابين المحترفين اللي تم توجيه استدعاعات رسمية عشان ينضمن المعسكر اللي هينطلق إن شاء الله يوم 18 مارس اللي مواجهتي يوم 22 مارس أمام نيوزيلندا ونلعب يوم 26 مع الفائز من تونس وكرواتي كلام كتير يتقال على موضوع محمد صلاح من إمبارح بصوا عشان مش هتطول كتير في الملف ده وأنا عارف في ناس كتيرة بتحاول تسطط في الماء العكر ليفربول ممكن يكون أخطأ إن بعت بدري وقال صلاح مصاب ومش هينفع ييجي في المعسكر لأن طبعا لسه يعني المعسكر هيبدأ يوم 18 ونهار دا احنا بنتكلم في يوم 3 في الشهر لسه 15 يوم وليفربول في الفترة ده عنده مباراة كتيرة فلو لصلاح لعب وقتها الخطاب اللي انت بعته للاتحاد المصري مش هيكون لقيمة خلاص لأن اللاعب شارك فبالتالي لازم يتم استدعائه لو اللاعب ما شاركش خلاص يبقى الخطاب أوكي اللاعب مصاب بس الفكرة في توقيت خطاب ليفربول بدري يعني التوقيت دا لو كان بعد أسبوع 10 أيام كان هيبقى منطق خلاص الأجندة هتبدأ بعد يومين 3 فأنت بتختر الجهاز الفني والتحاد القرن اللاعب مصاب فهتبقى منطقية ووقتها أكيد مش هيتم استدعاء صلاح لأنه مصاب ولكن المعلومة الجديدة اللي عندي الكابتن حسام حسن ما عندهش مانع إطلاقا نتيجة أن صلاح مصاب أنه ما ينضمش للمعسكر على فكرة ما ينضمش للمعسكر ولكن الكابتن حسام بيحسبها إزاي أن من النهاردة لغاية انطلاق المعسكر يوم 18 لو محمد صلاح نزل وشارك مع ليفربول في أي مباراة طبيعي وقتها أنه هيضم محمد صلاح للمعسكر هو شايفها كده وبين وبينكم هو كلامه منطقي أو التفكير منطقي ولكن من النهاردة لغاية يوم 18 لو صلاح مصاب هو مش هيستدعيه رغم أن اللايحة على فكرة لايحة الفيفا تسمح للاتحاد المصري حتى لو فيه لعيب مصاب أنه ييجي ويخدع للقشف الطبي في الفترة اللي جاي أقول لكم كمان على حاجة وزيدكم من الشعر بيت جهاز المنتخب حتى لو محمد صلاح مصاب كان بيتمنى أن يكون صلاح موجود في المعسكر ده تحديدا حتى لو مش هيشارك عشان حاجة تانية خالص إيه هي؟ أن كابتن المنتخب يكون موجود مع الجهاز الفني الجديد يعودوا مع بعض يبقى فيه اجتماعات تبقى الناس فهم أفكار بعض الناس تخطط للفترة اللي جاية ما هي الفكرة مش فكرة ملعب بس أو فكرة انت هتنزل وتلعب ولا مش هتلعب لا ممكن فيه تفاصيل كتيرة برا الملعب جهاز المنتخب عايز يتعامل فيها مع كابتن المنتخب من دلوقتي بحيث أن الجهاز ده ليه أفكار معينة ليه استراتيجية معينة يبدأ يشتغل عليها مستقبلا فهي تفكير كابتن حسام حتى لو صلاح مصاب وتأهيله 10-20% تب ما يجي ينضم حتى لو مش هيلعب ويكون في اجتماعات ويبقى فيه تناول أفكار ما بين كابتن المنتخب مع الجهاز الفني دي رؤية للجهاز الفني الرؤية التانية خطاب ليفربول بدر شوية بدر شوية والفترة اللي جاية فيه مطشاط اللعب هيبقى موجود في المعسكر يوم 18 ما لعبش أكيد جهاز المنتخب يتمنى التوفيل صلاح الفترة اللي جاية يستكمل برنامجو التأهيلي وبحيث أن يتم جاهزيته فيه ما بعد بعد يعني إن شاء الله نهاية هذا المعسكر لأن الأجندة التانية هتكون لسه في شهر 6 اللي جاي أتمنى الموضوع يتحل بهذا الشكل يكون فيه اتصالات يكون فيه يعني تواصل ما بين جهاز المنتخب مع جهاز ليفربول مع التحاد الكورة وأكيد اللوايح لازم تحكم العملية في الاختيارات وفيه توقيتات الأجندة الدولية طالما الأمور كلها ماشى فيه نطاق اللوايح بحدش عايز على منحده وأكيد في النهاية احنا بنتمنى التوفيل صلاح وبنتمنى التوفيل لجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر لو قبل كده كانت فيه أمور بتتم بعيدة عن اللوايح أنا هنا في برنامج التريند ووقت خروج المنتخب طلعت وقلت لحضراتكم المنتخب كان بيواجه مشاكل نتيجة ان الاتحاد الكورة كان بيعمل ايه وكانت مشاكله ايه وكانت لويحه ايه وما كانش بيعمل ايه فالفترة اللي جاية لو الأمور دي هيتم إصلاحها بشكل إيجابي في صالح المحترفين وفي صالح المنتخب احنا مع الطرفين اللي في النهاية هتلعب باسم منتخب مصر اشتركوا في القناة